اعترف وزير الاقتصاد والمناخ الألمانية روبرت هاييك بصعوبة تخلص بلاده من التبعية الطاقوية لروسيا على الأقل في المدى المنظورة الشخصية القوية في الحكومة الألمانية وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أسوسيتد بريس الأمريكية وصف الاستمرار في الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بالخطر الاستراتيجي لبلاده والكتلة الأوروبية في تحول للرؤية الألمانية بإنشان الامدادات الروسية من الغاز نحو القارة العجوس حيث لا طالما اعتبرت برلين موسكو بالموارد الموثوق بها نعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي 50% من طاقتنا مصدرها الفحم و55% الأخرى تأتي من الغاز الطبيعي نسعى لتنوع مواردنا الطاقوية يمكننا اتخاذ استعدادات أفضل لفصل الشتاء المقبل الذي نوسع فيه سعة التخزين لدينا لكن علينا أن نعترف بأننا نعتمد حقا على توصيل الفحم والغاز الروسي في الوقت الحالي سيكون القدرات الريكي نحن أفضل لفصل الشتاء المتتدادات الأمامية